اعزائي طلبات وطالبات التعليم الفني اهلا ومرحبا بكم في برنامتكم قناة التعليم الفني بفكركم ان احنا بنتابع مع بعض شرح دروس مادة الحاسب الآلي للصف الثاني التجاري والفندقي الفصل الدراسي الاول اه طبعا احنا في بداية الاختبارات العملية في بعض المدارس مننا ابتدوا الاختبارات وفي بعضهم هيبتدوها في خلال ايام اه اتمنى ان انتو تؤدوا اداء اه اه يعني نوصفوا بانه هو المبدع والى طريق النجاح باذن الله اه تعالوا بقى نفتكر مع بعض شوية كده هو بعض النقاط اللي احنا اه تطرقنا فيها وحققنا اهدفنا التعليمية فيها في الحلقة اللي فاتت في الدرس الخاص بتنسيق اوراق العمل اه عندنا الباب الخاص بتنسيق اوراق العمل في تطبيق ميكروسوفت اكسل اللي هو مقرر علينا في الفصل الدراسي الاول اه هو غني بالمعلومات وغني بالمهارات اللي احنا اه نفزناها مع بعض وتطرقنا وشرحنا ووضحنا الاجزاء النظرية اللي خاصة بيها وفي نفس الوقت تطرقنا ونفزنا مع بعض عمليا التدريبات والانشطة وحلينا مع بعض التكليفات اللي كنا بناخدها اه تفكروا فيها وتحاولوا تحلوها وكنا بنيجي نطبقها اه بالجزء العملي على تطبيق ميكروسوفت اكسل مباشرة يبقى احنا ان شاء الله الحلقة دية بنتابع مع بعض شرح الجزء الخاص او الفصل الخاص بتنسيق اوراق العمل تعالوا بقى مع بعض كده هو اه نتطرق لمجموعة من الاسئلة اه اللي هي اختار الاجابة الصحيحة وصخح اه اسكر مدى صحة العبارة في الجزء معنا النهاردة اسكر مدى صحة العبارات التالية يلا طلبنا طلاب التعليم الفن الشطرين هنجاوب مع بعض هذه الاسئلة اه اول سؤال بيقول لنا ايه تستخدم الايكونة ومديني شكل الايكونة اللي انا بشاول لكم عليها بالماوس دي اللي هي عبارة عن ارقام عشرية بعض الفصلة اه وشكل الايكونة فيها سهل متجه الى جهة اليسار والسؤال بيقول لي تستخدم الايكونة دية في الشكل اللي شرحناه لزيادة المنازل العشرية طب تعالوا كده نفتكر مع بعض الجزئية اللي خاصة بالمنازل العشرية افكركم بيها علشان نعرف نجاوب الفقرة دي مش احنا شرحنا في الدرس اللي فات مع بعض ان انا لو عندي رقم هذا الرقم يتكون من جزئين جزء رقم صحيح والجزء الاخر ارقام عشرية يفصل بين الرقم الصحيح وبين الارقام العشرية فصلة او نقطة زي التنسيق اللي احنا هنختاره لتنسيق الرقم وقلنا ان احنا من خلال المميزات او من خلال التطبيق ميكروسوفت اكسل هو خاطت لنا الميزة دية ان انا ممكن ازود عدد الارقام العشرية بعد الفصلة او ان انا اقللها او ان انا احذفها خالص واضيف الارقام العشرية اكبرها يعني زي ما كنا بناخد في اعدادي واحنا صغيرين شوية وايه اضيفها على الرقم الصحيح يبقى دي ميزة موجودة في تطبيق ميكروسوفت اكسل طب هل هذه الايكونة اللي احنا شفناها من شوية على الشاشة اللي فيها السه متجه لجهة اليسار هل فعلا هذه الايكونة اللي انا لو اخترتها هتقللي عدد المنازل العشرية اللي موجودة في الرقم ده بالطبع العبارة دي صحيحة واحنا قلنا ان من امكانية برنامج ميكروسوفت اكسل ان هو يزود عدد المنازل العشرية او يقلل عدد المنازل العشرية اللي موجودة في الرقم يبقى نرجع للعبارة بتاعتنا تاني تبقى هذه العبارة صحيحة طب تعالوا نشوف العبارة التانية لتغيير محازات محتويات خلية يجب تحديد الخلية اولا اه اتعودنا مع بعض ان احنا قبل ما بنبتدي اه نقول اذا كانت العبارة دي صحيحة او غير صحيحة ان احنا بنتذكر مع بعض اه بعض المهارات اللي احنا خدناها الخاصة بهذه العبارة لان احنا الهدف وان احنا بنرجع مع بعض ان احنا نحل العبارة وفي نفس الوقت على قدر الوقت اللي موجود معانا ان احنا نرجع مراجعة سريعة على الجزئية اللي خاصة بهذه العبارة يبقى احنا قلنا عشان نغير محازات محتويات خلية هلو نفتكر كده هي محازات الخلية دي خدنا فيها ايه اه بروفو عليكم خدنا محازات اليمين خدنا محازات اليسار خدنا توصيد طب اليمين واليسار والتوسيد ده لايه بالظبط للمحتويات داخل الخلية المدخلات البيانات ايا كانت المدخل اللي انا دخلته جوه الخلية انا بقدر اتحكم في التنسيق بتاعه اجيبه جهة اليمين اجيبه جهة اليسار اعمله توصيد على حسب ما بيقتضي تنسيق المستند او ورقة العمل او الوركبوك اللي انا شغالة علي وخدنا كمان ان احنا بنعمل التنسيقات دي بعدة طرق مختلفة وشرحناها بما فيه الكفاية في الدرس اللي فات طب نتذكر منها ايه فاكرين لما قلنا كنترول و ار كنترول و ار ايه محازات جهة اليمين رايت جامل رايت طب كنترول و ال محازات جهة اليسار اللي هي left الاول اول حرف في كلمة left طيب التوصيد كنترول و سي ان انا باعمل عملية توصيد لي ايه محتوى الخلية من خلال كنترول و حرف ال ايه وما تفرقش معايا اذا كان حرف دوة او سومول طب يا تارى التنسيقات اللي انا بعملها دي بتقتضي ايه اولا عشان انفزها اغلبيتنا بننسى النقطة دي ارجوكم حاولوا ما تنسوهاش وفتكروها كويس قوي لان دي بتأثر على اجابتكو وبيبقى لها دور في ان هي تطلع على اجابة او ما تطلخاش ونقعد احنا محترين قدام الجهاز وقت الامتحان او وقت حل التطبيق واقول ايه ده ده انا اخترت كل حاجة صح انا عملت زي ما انا ذكرت بالزبط هي ليه الكلمة مش عايزة تيجي في النص هي ليه الكلمة مش عايزة تيجي نحية اليسار ليه الكلمة مش عايزة تيجي نحية اليمين يبقى بسبب بسيط جدا ان احنا نسينا نحدد الكلمة اللي احنا بنشتغل عليها مش احنا قلنا اي تنصيق عايزة انفزه على مدخل معين او على بيانات سواء كانت هذه البيانات حروف او ارقام او كلمات او جمل لازم شرطة اساسي في البداية ان انا اعمل ايه ان انا احددها احددها يعني انشطها انشطها يعني اظللها يعني اقف عليها بالموس كده يا اما اضغط واسحب كلكة شمال بالموس واسحب يا اما ضبلي كلكة عليها تتحدد الكلمة اللي انا عايزة اعمل عليها التنسيق يبقى تعالوا نرجع تاني نشوف العبارة دي موقفها ايه من الصح والخطأ لتغيير محازات محتويات خلية يجب تحديد الخلية اولا يبقى العبارة صحيحة للمحازات اليسار كنترول وار احنا لسه يلين دلوقتي المحازات اليسار ايه كنترول وال يبقى هذه العبارة ايه عبارة خاطئة الصحيح بتاحها كنترول زائد خرف الال وزي ما قلتلكم ما تفرقشي الخرف كابيتل من اسمول هيتنفذ الامر عند اتمام التنصيق الشرطي لا يمكن ازالته تعالوا بقى مع بعض كده هو يا شاطرين نفتكر التدريب العملي اللي احنا حلناه مع بعض حلناه مع بعض في الدرس اللي فات وافكركم لما كان فيه تدريب عملي وكنا عايزين نعمل تنصيق شرطي للارقام وقلنا هنختار لون احمر للارقام اللي فوق مثلا ايه المتين ولقينا ان انا لما عملت تنصيق شرطي ايه اللي خصل الارقام اللي فوق المتين اتلونت باللون الاخمر وقلنا ان انا عندي اختيار في اختيار الالوان يا اما اخليها احمر اخضر اصفر زي ما انا عايزة اللي هو التنصيق الشرطي باللون وممكن كمان ان انا اظل للخلية ذات نفسها مش المدخل فقط اللي داخل الخلية اللي اقدر اتحكم فيه في التنصيق الشرطي لا دا انا كمان ممكن اتحكم في لون تظليل الخلية ذات نفسها افتكرنا؟ انا متأكدا ان انتم افتكرت طيب انا دلوقتي عملت التنصيق الشرطي واخترته اللي هو باللون هو انا ما ينفعش اغيره ازاي مش ممكن طبيق ميكروسوفت اكسل زي ما بيتح لنا امكانية او بيهلمنا مهارة او بنعمل اجراء من خلاله انا ممكن اتراجع على الاجراء ده خلاص انا كان اه بعمل او بنفز اه امر معين او عايزة احصل على بيانات معينة وحصلت على البيانات دي وعايزة ارجع الشيط بتاعي زي ما هو ارجعه تاني في الوضع الاصلي بتاعه بالتأكيد وعرفنا ازاي بالخطوات العملية ان احنا ايه نرجع التنسيق العادي بدل التنسيق الشرطي وعايزاكم ترجعوا الحلقة اللي فاتت وتفتكروا ازاي ان احنا عملنا تراجع عن التنسيق الشرطي علشان تفتكروا الخطوات وهي خطوات سهلة وانتو نفسوها معايا في الحلقة اللي فاتت يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد يتيح برنامج اكسل امكانية اضافة اعمدة وصفوف ولا يمكن حسفها نلاحظ السؤال ده انه هو مقسوم لشقين الشق الاولاني بيقول لي ايه يتيح برنامج اكسل امكانية اضافة اعمدة تمام طب الشق التاني امكانية اضافة اعمدة وصفوف لغاية صفوف هنا الشق الاول الشق التاني ولا يمكن حسفها ده شبه برضو السؤال اللي قبله اللي هو بيقول لي ايه عند اتمام التنسيق الشرطي اتمامه يبقى ان احنا ايه عملناه يبقى هو مسلم بان ان احنا ممكن نعمل تنسيق شرطي الجزء التاني لا يمكن ازالته واحنا جاوبنا عليه تعالوا نشوف السؤال ده تعالوا مع بعض كده نراجع الجزئية اللي خاصة باضافة اعمدة طب حد بيقول لي انا سمع حد بيقول طب احنا اضافنا صفوف برضو برافو عليكم هي الاضافة بتكون للاعمدة وبتكون للصفوف مش بتكون للاعمدة بس طب حد كده شاطر كده يفكرني اسم العمود اللي خدناها في الاول خالص دي في تطبيق ميكروسوفت اكسل بيبقى متسمي بايه بأحرف احنا لايمكن ننسى ان العمود بيتسمى بالاحرف وان الصف بيتسمى بالارقام لان احنا حتى التطبيقات اللي احنا بنشتغلها مع بعض العملية على تطبيق الاكسل لما بنشتغل على الشيط احنا على طول بيبقى ظاهر عندنا ABCD 123 فكده خلاص احنا مش ممكن ان احنا ننسى ان العمود بيتسمى بالحرف وان الصف بيتسمى بالرقم احنا بس بننشط علشان فكده كتير قوي على الدروس اللي احنا اخدناها دي فمش عايزاكم ان انتو تنسوها لان مادة الحاسب الالي دي مادة محتاجة على طول ان احنا نشتغل عليها ونفكر فيها لانها مادة عملية دي مادة عملية فلازم على طول احنا ايه نفتكر المهارات بتاعتها علشان نبقى سهلة علينا يعنينا لما تقع او نشوف كده على طول التمرين او نشوف الارقام او نشوف الاعمدة خلاص احنا عارفين ده عمود ده صف ايا كان المهارة اللي احنا بنقاديها طيب احنا خدنا ايه بقى على موضوع اضافة الاعمدة والصفوف نفتكر مع بعض اضافنا عمود اضافنا اتنين اضافنا صف اضافنا اتنين حزفنا اعمدة حزفنا صفوف وكان ليها طرق مختلفة وطرق متعددة جدا ان احنا استخدمناها وعايزاكم برضو الحلقة اللي فاتت كانت حلقة غنية جدا بهذه التنسيقات فاللي يحب ان هو يرجع معلوماته ويرجع للحلقة اللي فاتت علشان ينشط المعلومات بتاعته اللي خاصة باضافة اعمدة وصفوف لان ده من المهارات الجميلة اللي احنا بنحتاجها بشكل عملي في ان احنا ايه نطبقها في شغلنا باستمرار مش شغلنا بس اللي خاص بالدروس والامتحانات لأ لما نيجي ان شاء الله احنا كخارجين تعليم فني نتعامل مع تطبيق ميكروسوفت اكسل يبقى احنا فكرين المهارات اللي احنا تعلمناها اثناء الدراسة طيب نرجع للفقرة بتقول لنا ان احنا ممكن نضيف اعمدة او ممكن نضيف صفوف لغاية هنا العبارة صحيحة بنسبة 100% طب لا يمكن ان انا بعد ما ضفتها ان انا احزفها ليه مش ممكن ليه شئ طبيعي جدا ان انا لقيت ان انا عندي عمود زيادة وانا بكتب البيانات اكتشفت ان انا العمود ده مش محتاجا كنت عاملاله مدخلات وبعدين المدخلات دي احنا مش محتاجينها لان فيه مدخلات تانية تغني عن وجود هذه المدخلات فعايز احزفها بكل سهولة جدا هقول لكم طريقة فكركم كده الطريقة اللي انتو بتحبوها الطريقة اللي بتعملوها على طول ان انا لو عايز احزف عمود بقف على العمود من فوق من عند الحرف بتاعه واضغط كليكة شمال بالماوس قبل ما اضغط كليكة شمال اتأكد ان فيه السهم اللي كلنا عارفينه الصغير ده اللي بيظهر لما بقف على حرف العمود اعمل كليكة شمال بالماوس علشان احدده بعد ما حددته كليكة يمين على العمود اللي انا محدده هتطلع لي القائمة المختصرة هيقول لي insert الامر insert يعني ادراج اضغط على insert هيديني كذا اختيار يقول لي عايز اضيفي صف ولا عايز اضيفي عمود طب العمود اللي انت عايز اضيفيه ده اضيفيه الى اليمين اضيفيه الى اليسار ابتدي اختار الامر اللي انا عايزة او التنسيق اللي انا عايزة من القائمة المختصرة اضغط عليه كليكة شمال بالموز هلاحظ ان الضفلي عمود جديد يلا ننتقل لللي بعده نسينا نقول ان العبارة دي تعتبر ايه خاطئة لان بوجود معلومة خاطئة في العبارة معنى كده ان العبارة كلها خاطئة يمكن اجراء التنسيقات ببرنامج الاكسل على النصوص ولا يمكن اجراءها على الارقام اه تعالوا بقى كده نشوف التنسيقات يمكن اجراء التنسيقات على النصوص ولا يمكن اجراءها على الارقام تعالوا بس ايه النشط كده هي التنسيقات ايه هي اه التنسيقات دي احنا عملناها مع بعض كبرنا الخط صغرنا الخط لولنا بلاش نقول الخط علشان التنسيقات دي بننفذها على ايه على كل المدخلات سواء كانت مدخلات نصية او غير نصية او رقمية طيب يبقى انا دلوقتي بعد ما حددت المحتوى وعايزة اعمل تنسيقات التنسيقات دي ايه هي تكبير تصغير تلوين عمل حدود underline خط تحت المدخل italic خط mail اعمل border اعمل تلوين للخلية ذات نفسها طيب هل انا اعمل تنسيق ده على النصوص بس ولو انا كتبه ارقام مش هينفع نصقة ازاي الكلام ده ده حتى منطقيا كده برنامج ميكروسوفت اكسل مخصص للحسابات والحسابات كلها ارقام فشيء طبيعي جدا ان التنسيقات كمان اعملها ايه على الارقام طب حد شطر كده هو مصح صح كده هو ويفاكر اخر حاجة خدناها انا لسه ايلاها دلوقتي اللي احنا خدناها في تنسيقات الارقام في الدرس اللي فات لسه عاملين عليها صح وغلط اللي هي زيادة المنازل العشرية او تقليل المنازل العشرية مش دي تنسيقات طب الارقام العشرية دي او الارقام الصحيحة دي مش انا بعمل عليها تنسيقات اقبرها اصغرها الوينها احط تحتها خط اخليها اتلك اعمل لها برواز كل التنسيقات دية انا ممكن اعملها على الاتنين على النصوص وعلى الارقام يبقى نرجع للعبارة بتاعتنا تاني ونقراها كويس يعني يمكن اجراء التنسيقات ببرنامج الاجسل على النصوص ولا يمكن اجراءها على الارقام العبارة خاطئة لان نصها في جزء خطأ طيب اتعودنا مع بعض ان احنا لما نتعلم حاجة جديدة او مهارة جديدة ان احنا نسأل نفسنا انا في الشغل بتاعي العملي لما انا خلاص هسيب الامتحانات واسيب المدرسة وخلاص كده وهاجه اشتغل على تطبيق ميكروسوفت اكسل انا هنفذ الحاجات دي في ايه هحتاجها في ايه هحتاجها في ايه طب تعالوا نمسك حاجة صغيرة كده هو ونقولها علشان نعرف ان احنا تملي هنحتاج كل مهارة استخدمناها في تطبيق ميكروسوفت اكسل تعالوا نشوف المهارة اللي احنا تعلمناها اللي احنا قلنا اضافة اعمدة لو انا مثلا بشتغل عندي شيط الحسابات اللي خاصة بمرتبات موظفين انا تخرجت من المدرسة وروحت ان انا اشتغلت كان في اعلان ان طلبين حد بيجيد استخدام برنامج ميكروسوفت اكسل قمت انا فكرت كده قلت اه ده انا التطبيق ده ده انا كان مقرر علي في سنة تانية اه في نص السنة الاولاني وكنت بتعلمه كويس وكنت شطر فيه وكنت بحبه طب اما روح كده هو اشوف البرنامج ده وهقدر اشتغل عليه ازاي وروح تقدمت سيادتك او سيادتك في الوظيفة دي وعملولك اختبار عملولك اختبار ولقوكم انتو بتعرفوا تستخدموا برنامج ميكروسوفت اكسل فاشتغلتوا ان انتو مسكين عملية تنفيذ حسابات على شيط اكسل فجيت انت بتعمل ايه او انتو بتعملوا ايه بتكتبوا اسامي الموظفين ومرتباتهم علشان تحسبولهم المرتب اللي هياخدوه في اخر كل شهر عملت خانة فيها المسلسل وخانة فيها الاسم وخانة فيها عمود يعني نتكلم بلغة برنامج الاكسل عمود فيه المسلسل عمود فيه الاسم عمود تاني فيه المرتب عمود تاني فيه الحوافز عمود تاني فيه الخصومات وايه كتبنا اسامي الموظفين جيت اكتشفت ان فيه اسن من اسامي الموظفين سقط من الكشف او موظف تم تعينه جديد عايز اضيفي الاسامي دي اقول لأ ما ينفعش انا خلاص عمالت الشيط وحطت الاسامي ما ينفعش ان انا اضيف صف عشان اكتب فيه الاسم لا طبعا طب خلوا بالكو انا قلتلكو حاجة سريعة كده هو احنا قلنا هنضيف اسم فالاسم ده هيبقى صف ولا عمود صف عشان اضيف اسم يبقى انا هضيف صف يبقى انا احتاجت ازاي المهارة دي ولا لا في الجزء العملي اللي خاص بيا يبقى احنا تأكدنا ان كل مهارة بنتعلمها هي مش بس عشان انا بذاكر علشان همتحن لا علشان كمان انا هطبقها في شغلي بعد كده في بيئة العمل اللي هشتغل بيها طيب جه مسؤول الحسابات قال لي لا احنا دلوقتي انت ضفت خانة للمرتب وخانة للحوافز طب انا عايزك تضف لي خانة جديدة مثلا مكافأة خاصة لبعض العاملين بالمؤسسة هتعمل ايه هنضيف دلوقتي ايه صف والعمود هنضيف عمود رفو عليكم هقوم محددة المكان اللي انا عايزة اخط فيه العمود او ازود فيه العمود او اضيف فيه العمود وكليك كايمين وانسرت وابتدي ادرج عمود واكتب في العنوان ايه كلمة علاوة خاصة وابتدي ان انا انزل الارقام اللي جات لي من مسؤول الحسابات يبقى احنا كده تأكدنا ان كل مهارة بتعلمها في تطبيق ميكروسوفت اكسل انا ان شاء الله هحتاجها في بيئة العمل لما اشتغل بالبرنامج اللي انا اتعلمته طيب النهاردة هنتقل بقى ايه دلوقتي للدرس الجديد اللي هنتعلمه النهاردة وهو تابع اه تنسيقات اوراق العمل اللي احنا اه بنتابع حلقاته بقالنا حلقتين او درسين تعالوا معنا هنا هو نشوف الجزئية الجديدة اللي هنتعلمها النهاردة تعديل عرض عمود وارتفاع صف تعديل عرض عمود وارتفاع صف قال لنا عشان نعمل تعديل عرض العمود او ارتفاع صف هنقف في الخلية اللي فيها العمود اللي انا عايزة اعدل عرضه خلي بالكم العرض تعديل العرض يا اما بيكون بالزيادة او النقص ازود العرض او اقلل العرض ننشط التبويب هوم التبويب هوم اللي كلنا عارفينه واشتغلنا منه تنسيقات كتيرة هلاقي مجموعة اسمها سيلز هلاقي فيها الامر فورمات اختار منه ايه كولوم يبقى اول حاجة هقف الخلية خلية في العمود اللي انا عايزة اعدل عرضه وكون متأكدة ان انا فتحة التبويب هوم اتنقل للمجموعة اللي هي سيلز من بعد سيلز اختار فورمات اول موصل لفورمات هلاقي كولوم وايد افتحها واكتب العرض اللي انا عايزاه وهنشوف ده عملي بس احنا متعودين ان احنا بنشرح المهارة نظري الاول وبعد كده هو انطبقها عملي بعد ما كتبت العرض اللي انا عايزاه زي كل امر بنفزه لازم في اخر الامر ادوس اوكي طب ده بالنسبة لايه عرض العمود طب بالنسبة الارتفاع الصف نفس القطوات هي هي ان انا هقف في الخلية داخل الصف من المجموعة سيلز اختار الامر فورمات بدل ما اختار كولوم وايد هاختار رو هاي ارتفاع الصف واخر حاجة بضغط اوكي تعالوا معنا نشوف الجزء العملي هنطبقه ازاي ادي انا معايا اهو تدريب انا كتبا لكم اه تدريب اه الصنف الكود السعر الوحدة ادي العمود ايه الصنف كليك اشمال بالموز حددته زي ما انتو شايفين كده هوا اه وقفت عليه لغاية ما علامة السهم جد واتأكد ان انا في التبويب هوم زي ما قلتلكم شايفين اهو المجموعة سلة اهية فتحت فورمات اهية رو هاي اهو انا مش عايزة رو هاي انا عايزة ايه كولوم وايد دست كولوم وايد اتفتح لي نافزة اه بيطلب مني ان انا اكتب رقم العرض اللي انا عايزة كولوم وايد هو مكتوب رقم بمسحه اهو بالشكل ده لو انا عايزة اخلي العرض هكبره شوية عشان نشوفه خلي خمستاشر وقوم ضغطه اوكي اللي حصل هبص لان العمود بتاعي العرض بتاعه هو زاد بالشكل ده اللي احنا شايفينه ده لان انا زودته خليته كام خليته خمستاشر لو انا جيت وقفت على العمود وكليك اي مين شايفين العمود حددته كليك اي مين عليه بالماوس اختار فورمات سل دي طريقة تانية فورمات سل هي هي نفسية كولوم وايد تحتها كولوم وايد على طول بضغط كولوم وايد اتفتحت لي نفس النافذة هي هي وفيها رقم خمستاشر ليه عشان انا اخر عرض العمود خليته خمستاشر ده وست عشرين وضغطه اوكي العمود عرضه زاد معايا نفس نفس النتيجة هي هي يبقى الطريقة الطريقة التالتة ان انا بقف ما بين العمودين لغاية ما شكل الموس يبقى علامة زائد بالشكل اللي احنا شايفين وده اضغط كليك شمال بالموس واسحب يمين العمود عرضه بيقل معايا شايفين لو انا جيت ضغطت تاني وقفت عليها تاني وضغط ما بين العمودين وسحبت جهة اليسار هلقى ان عرض العمود بيزيد معايا بالشكل اللي انا شايفين ده يبقى احنا قلنا ثلاث طرق معانا لزيادة عرض العمود تعالوا بقى مع بعض نستنتج ايه من اللي احنا اتعلمناه ده ان عرض العمود معايا عرض العمود ممكن ان انا انفذ العرض في التمرين الرقم اللي موجود عندي في التمرين لعرض العمود سواء قال لي مثلا عرض عشرة عرض خمستاشر عرض عشرين ايا كان مش هيفرق الرقم اللي هو طلبه المهم الطريقة اللي انا انفذها انفذها صح يبقى عندي كذا طريقة ان انا ازود بيها عرض العمود قلنا اول طريقة ان انا بحدد العمود اللي انا عايز ازود عرضه وعرفنا ازاي نحدده بقف على رقم بقف على الحرف اللي خاص بالعمود ولغاية مشاكل الموس بقى سهم صغير لونه غامق ابتدي اضغط كليك كشمال بالموس يتحدد العمود كله بعد ما احدد العمود اتأكد ان انا فتحة تبويب هوم ومن المجموعة sales ايه اللي اختار منها ايه هختار منها format ومن format اختار column white هيتفتح لي نافذة اكتب الرقم العرض اللي انا عايزاه واضغط اوكي دي كانت اول طريقة تاني طريقة ايه هي ان انا احدد العمود بنفس الطريقة وكليك شمال بالموس واختار ايه column white هيتفتح لي نفس النافذة اكتب الرقم العرض وادوس اوكي طريقة دي بقى اللي كلكم بتحبوها وبتحبوا تستخدموها ان انا بمسك الموس وقف على الخط الفاصل ما بين العمودين منهم العمود اللي انا عايزة ازود عرضه لغاية مشاكل الموس باعلامة زائد اضغط كليك شمال بالموس اسحب يمين يقل العرض اسحب شمال يزيد العرض بتاعي تعالوا طيب نكمل نشوف احنا هنعمل ايه تاني دلوقتي بالنسبة للصف احنا دلوقتي اشتغلنا للعمود تعالوا بقى نشتغل للصف حددت الصف اهو المجموعة هوم التبويب هوم المجموعة sales افتح الفورمير روهاي ادي روهاي اتفتح لي نفس النافذة بس خاصة بالصف مش بالعمود همسح العرض اللي موجود واكتب عرض 30 مثلا واقول له اوكي شايفين ارتفاع الصف زاد ازاي شايفين ده ارتفاع الصف العادي ده ارتفاع الصف زاد لما انا زويت الرقم اللي خاص بيه طريقة تانية هحدد الصف اختار روهاي نفس النافذة تفتحت اختار او اكتب رقم خليته 50 اهو دست اوكي ادي ارتفاع الصف زاد معايا بالشكل ده طريقة التالتة بقف بين العمودين اهو زي ما انتم شايفين شكل الموس بقى زاد بين الصفين بقف بين الصفين اضغط واسحب اهو ضغط كليك شمال بالموس اسحب لتحت ارتفاع الصف يزيد اسحب لفوق ارتفاع الصف بيحصل ايه بيقل معي اه طيب تعالوا معانا بقى اه نشوف احنا دلوقتي ليه هتعلمنا المهارة دية اه تعلمناها تعالوا نشوف اول المهارة طيب علشان نشرحهم بالتفصيل ليه هتعلمناها العمود بتاعي بزود عرضه ليه بقل العرضه ليه بزود عرضه لما بيكون انا كتب مدخل جوه بيحتاج ان العمود يوسع شوية لان الكلام او المدخل اللي انا مدخله اسم مثلا العمود على نصين جاي في سطرين يعني المدخل جاي في سطرين في خلية العمود فانا علشان ان اخلي يجي في سطر واحد فعشان كده بوسع عرض العمود او الارقام احيانا الارقام عرض العمود مش مكفي الرقم طويل شوية او لو انا مكبرة الخط شوية درجة الخط فهبصة لقيه مش جاي في كل الخلية فده حل ان انا اوسع عرض العمود طيب بالنسبة للصف ارتفاع الصف ليه بزود ارتفاع الصف بتاعي انا لو عايز ادخل اه مدخل عبارة عن صورة مثلا او عبارة عن شكل هندسي معين اعمل ايه لو انا شايف جاي مضغوط جوه الخلية الحل ان انا اعلي عرض الصف ارتفاع الصف بعليه شوية ولو انا مثلا عايزة اه الارتفاع في الوضع الطبيعي بتاعه برجع اقلله تاني لغاية ما اوصل للعرض اللي انا عايزي طيب تعالوا معنا نشوف اه الجزئية التانية تجميد عنوين الاعمدة طبعا الكلمة جديدة على ما سمعنا بس هنشرحها مع بعض وان شاء الله هتستخدموها كتير لان احنا فعلا احنا كاسادزة بنحتاجها كتير في شغلنا لما بنستخدم تطبيق ميكروسوفت اكسل وانتو كمان هتستخدموها اول حاجة قالنا علشان نعمل تجميد عنوين الاعمدة ننشط الصف الاول باكمله حدا هيسألني ليه الصف الاول هقول له لان الصف الاول ده اللي بيبقى مكتوب فيه البيان الاساسي البيان الاساسي يعني انا مكون عاملة جدول فيه مثلا الصنف لو انا بتعمل مع بيئة عمل بتشتغل فيه بيع اصناف زي مثلا اصناف كهربية اصناف غزائية ايا كان بقى المؤسسة اللي انا بعمل لها الحسابات فالصف الاولين اللي بيكون فيه البيان الاساسي اللي هو المسلسل واسم الصنف وزعر الصنف والخصومات بيبقى ده مكتوب فين في الصف الاول عشان كده قالنا النشط الصف الاول باكمله الذي يحتوي بنسميها بها ايه البيان دي رؤوس الاعمدة المطلوب تجمدها يبقى احنا عملنا اول اجراء تاني اجراء نشط التبويب انتقلنا على تبويب الجزئ اللي فاتت كنا نشطنا التبويب ايه علشان نعمل عرض العمود وارتفاع الصف نشطنا التبويب هوم انما هنا عشان اعمل تجميد نشط التبويب بعد ما نشط التبويب في مجموعة في التبويب اسمها نضغط عليها او ننقر عليها بالسهم عند الادة فريز فريز جاية اه زي ما انتو جيف مخوكو دلوقتي بالزبط كده زي ما بنقول باللغة العملية الفريزر ففريز يعني تجميد فريز نختار ايه فريز تبرو تجميد رؤوس ايه الصفوف تجميد رؤوس الصفوف طيب اه تعالوا نعيد الكلام ده ونشوف يقصد ايه بالكلام ده زي ما عودناكم تعالوا مع بعض كده نشرح يعني ايه تجميد تجميد ده يعني انا صفحة الاسل اللي عندي على الشاشة بيبقى ليها مساحة معينة انا خطة فوق اللي هو الصف اللي فيه الصف اللي فيه الكلمات او البيانات اللي بتدل على ده البيانات اللي تحت يعني انا لو بكتب سلع غزائية مثلا تمام كتبت الصنف بعد ما خلصت الشاشة عندي طب هبتدي شاشة جديدة تمام كده هبتدي شاشة جديدة لما بعمل بعملة الازاحة بنزل بعملة الازاحة عشان اجيب الشاشة اللي بعديها طبيعي ايه 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 هل هي دي خصة بالسعر هل خصة بالقصم هل خصة بالاضافة هل خصة بتغيير الفئة السعرية الاسعار الجديدة يعني انا مش عارفة الصفوف دي رحت فين اختفت طيب مش اختفت هي ايه اختفت من الشاشة اللي قدامي لكن هي موجودة في ورقة العمل ما اختفتش منها طب اعرف منين الارقام دي تدل على ايه تعالوا مع بعض نشوف بالتطبيق العملي يعني ايه تجميد ها اه رؤوس الاعمدة تعالوا معنا ادي عندي جبتلكم تمرين اهو عشان يوضح لنا ادي رؤوس العنوين عندي اه مؤسسة بتتعامل بسلع ادي كود السلعة وسعرها والكمية بتاعتها ودي الارقام هاي تتبتلكم ارقام كتيرة ونزل حتى الشاشة تانية علشان تعرفوا يعني ليه احنا السبب ان احنا بنجمد هذه الرؤوس دي اسمها رؤوس شوفوا انا لما انا عاملة تجميد لها بصوا انا لما نزل بصوا لغاية حتى بصوا الصف واحد لغاية عشرة حتى لو نزلت البعض عشرة اهو حددت هي الفريز اه لو انا قلت انفريز لان انا كنت عاملالها تجميد جت هنا قلت انفريز بصوا لما نزلت تحت بالسهم رؤوس العناوين راحت فين اختفت طب انا عرف الرقم تسعمية دا يمثل ايه او الرقم دا يمثل ايه ما هو ما فيش ما يدل فوق هنا على ان دا كود ولا سعر ولا كمية لان انا غيرت الشاشة طب تعالوا بعد ما عملت اقوم فريز نعمل فريز حددت الصف من المجموعة ميو فريز بانس زي ما قلتلكم فريز اهو هاختار فريز طب رو فريز طب رو جمدلي رؤوس العناوين الصف دا ايه اللي حصل شوفوا تعالوا مش هنعرف اللي حصل لما ننزل شاشة الاسفل بص انا وقفة عند العمود او عند الصف خمستاشر ومع ذلك رؤوس عنوين الخلايا موجودة عندي اهي انا عارفة الرقم 98 دا خاص بالسعر عارفة ان الرقم هنا هو دا وخمسة واربعين خاص بالكود يبقى انا قدامي او حتى لما نزلت الغاية صفوف بعد كده حتى لو صلت الاخر الصفوف هبص هلاقي ايه اللي بيحصل معايا ان اه الرؤوس دا مزالت موجودة عندي ما حصل لها عملية اختفاء طيب تعالوا مع بعض كده اقول لكم احنا شخصيا كمعلمين بنستفاد من الميزة دا في ايه اه عندنا برنامج الكنترول الكنترول اللي خاص بالدرجات بتاعتكو احنا بنعمله على تطبيق ميكروسوفت اكسل اه طيب لو انا جيت الشيط طبعا بيبقى قدامنا كده عدد طلاب المدرسة وليكن مثلا الف طالب احنا كتبنا الاسامي فوق رؤوس العنوين بيبقى ايه بيبقى درجات المواد بتاعتكو اسامي المواد اللي هنحط عليها الدرجات عربي انجليزي فرنساوي محاسبة اه انجليش حاسب آلي بيبقى ده موجود فين في الصف الاولاني في الشيط بنيجي نكتب الف اسم طب انا لو جيت للاسم الالف وانا مش عاملة تجميد لرؤوس هذه الاعمدة ايه اللي هيحصل انا كده وقفة عند الاسم الالف بصة فوق كده انا شايف درجات طب انا اعرف منين اذا كانت الدرجة دي اول اول عمود خاص بالعربي ولا خاص بالانجلش ولا خاص بالحاسب الالي اعرف منين ما انا كده هو هبقى عناية مش جايبة علشان لو انا مش عاملة فريز هتطر ان انا اطلع لاول صف ها اطلع لاول صف في الشيط علشان اشوف اول مادة دي ايه دي عربي طب اعمل ايه براوو عليكم علشان ان انا لو وصلت للاسم الالف وجاية بصك كده في الشاشة في اول عمود هلاقي مكتوب عربي يبقى ده حصل ازاي عشان انا عملت تجميد تجميد لرؤوس ها لرؤوس الاعمدة رؤوس الاعمدة حددت الصف اللي خاص باول ها باول الشيط حددته وعملتله عملية فريز وما ننساش ان عملية الفريز برانس دي بتكون من التبويب ومن المجموعة ويندوز ابتدي ان انا اختار نوع التجميد او نوع الفريز اللي انا عايزة اعمله على الشيط بتاعي تمام ما ننساش لان احنا هنحتاجها كتير في شغلنا زي احنا كمعلمين بنحتاجها بردو كتير في شغلنا تعالوا معايا نشوف المهارة اللي بعدها اخفاء اعمدة او صفوف عشان اخفي عمود او اخفي صف هعمل ايه رجعنا تاني للتبويب هوم من الاداة فورمات وبعد كده اختار الامر هايد او ان هايد زي ما انا عايزة اخفاء او اظهار طب الازهار بقى ها الازهار من التبويب هوم برضو الاداة فورمات اختار هايد ان هايد ومن الهايد ان هايد والان هايد اختار ان هايد لو انا عايزة اظهره اه تعالوا مع بعض نشوف الجزء العملي اه دي عندي اعمدة اهية وعندي صفوف ودي ورقة عمل انا مجهزها لكم اهي عشان نشوف ازاي هخفي العمود انا حددت العمود بيه خلاص كلنا عارفين ازاي بنحدده من التبويب هوم وام رايحة فورمات ومن فورمات هاختار الامر هايد وان هايد اهو هيتفتح لي قائمة تانية اختار منها هايد اللي حصل ببص الاقي كده العمود بيه اللي انا كنت محدده مش لقياه ايه وسي هو راح فين هو اختفى طبعا اشان رجعوا احدد العمودين ايه و سي من التبويب هوم وام رايحة عند المجموعة سيلز وفورمات وهايد وان هايد وام اختار ان هايد كلهم اللي حصل العمود بيه رجع مكانه تاني طب تعالوا نشوف لو حبينا نعمل اه المهارة دية او الامر ده على صف معين لو انا جيت صف اهو عشان اوضح لكم بس كتبتلكوا شوية ارقام حددت الصف ده اللي انا كتبه فيه شوية الارقام دولا كلنا عارفنا خلاص بنحدده ازاي تبويب هوم اه من المجموعة سيلز افتح فورمات هنزل تحت هايد اون هايد واقول له ايه هايد كولوم ولا رو رو طبعا كولوم رو اللي حصل اختفى الصف اختفى لاقي واحد اتنين تلاتة مش موجودة اربعة اهيه طب اعمل ايه عشان يرجعه تاني هبتدي احدد الصفوف اللي قابله بالشكل ده اللي بعده من واحد لاربعة برضو اخلي بالي ان انا هوم في التبويب هوم فورمات هايد وان هايد وهرجع اقول له ان هايد رو اللي حصل الصف تلاتة هرجع تاني بجميع محتويات وهو وادي اه اتنفذ الامر اللي انا اه حبيت ان انا اخفيه وازهره طب تعال نشوف طريقة تانية انا حددت العمود ايه كليك كايمين عليه واخترت هايد ايه اللي حصل العمود ايه اختفى عايزة ارجعه تاني احدد العمودين بيو سي كليك كايمين واختار ان هايد ايه اللي حصل اهو اهو حددت اهو جت قلت له ايه كليك كايمين وان هايد اه دي ظهر معايا لو انا اه ضغط بالماوس على العمود ايه الفاصل بين ايه وبي وسحبت العمود ايه هيرجع معايا تاني لو انا جيت حدد الصف ده صف تلاتة حددته كده كليك عليه بالماوس كليك وبعد كده عملت كليك كايمين وجيت قلت له هايد اللي حصل اختفى الصف ودي طريقة تانية عايزة ارجعه تاني احدد الصفين كليك كايمين واختار من القايمة ان هايد اهو ظهر معايا الصف اللي تم اخفيه طب تهلوا مع بعض كده هو نلخص اللي احنا قلناه ده اه انا لما بحب اني اه اخفي صف او عمود واحب ان انا ازهرهم تاني فيه عندي كزا طريقة اول طريقة بان انا بقف احدد العمود اللي انا عايزة اخفيه دو او اعمل له هايد وكليك كايمين عليه بالماوس وبعد كده هو اختار ايه هايد هيحصل له عملية اخفاء عايزة ارجعه تاني نفس الطريقة التحديد هي هي وكليك كايمين عليه هيظهر لي القايمة المختصرة اختار منها ان هايد ده بالنسبة للقايمة المختصرة فيه انتو بتحبوا بقى ان انتو تشتغلوا بالقايمة المختصرة فانا بقول لكم الطريقة اللي انا عارفة ان انتو تمالي بتحبوا تستخدموها بس مش معنى كده ان انا معرفش الطرق الباقية لا لازم اعرف ازاي استخدم اه الازهار والاخفاء الهيد والانهيد حتى من القايمة المختصرة وهي سهلة جدا من التبويب هوم زي ما قلنا ومن الامر فورمات من سيلز باختار ايه هايد او ان هايد وابتجي ان انا انفذ الامر اللي انا عايزي طب انا هحتاج الجزئية دي في بيئة العمل في ايه احيانا وانا بشتغل بيبقى فيه مثلا بعض المنشآت بيحبوا يخطوا السعر الاصلي للسلعة قبل ما يضيفوا عليها هي مش الربح بيبقى فيه عمود كده او كلهم كده احنا بنكتب عليه ايه السعر الاصلي وبعد كده بيضيف همش الربح وبيحسب اه السعر اللي هيبيع به طيب اه بعضهم في الحسابات ما بيحبش ان سعر السلعة الاصلي ده مثلا يكون ظاهر في الشيط فعلشان كده هو بيكتبه وهم يقدرش ما يكتبوش لان على اساسه بيحسب همش الربح بتاعه فبيكتبو ولكن بيعمل ايه للعمود بيعمل له عملية اخفاء علشان المحاسب بس او اليوزر اللي بيستخدم برنامج او طبيق اكسل هو بس اللي يقدر ان هو يشوف العمود ده ده مثال بسيط انا بقولهولكو لكن هي الاخفاء والاظهار دي الهايد والانهايد لها استخدامات كتيرة جدا في بيئة العمل طيب تعالوا مع بعض هنشوف هنا برضو في جزئية برضو عايزة اقررها لكم لو انا جيت حددت عمود بالشكل ده وجيت قلت العمود ده وهيد تمام عشان اظهره احدد العمود والعمود اللي قبله ودي جزئية احبت ان انا اكد عليها علشان احيانا في منكم يحدد العمود بس اللي عايز يظهره او واحد بس فيجي يقول لا انا مش عارف مش عايز يظهر معي لا احدد العمود اللي قبله او العمود اللي بعده وكليت كايمين وهيظهر معك او يختفي معك طيب تعالوا بقى ننتقل للجزئية اللي بعدها نقل ونسخ محتويات الخلايا باستخدام التبويب هوم رجعنا تاني للتبويب هوم او باستخدام الكيبورد اللي احنا بنسميه لوحة المفاتيح في عندي تلات قوامر التلات قوامر دولة اه مش عايزة حد فيكم ينساها لو انتوا عندكم نوتة ملاحظات كده تمالي بقول للطلاب كده لو في نوتة ملاحظات بتستخدموها اكتبوا فيها التلات سطور دولة لان دول هتحتاجوهم في جميع التطبيقات ميكروسوفت اللي احنا بنستخدمها اه اول امر كنترول مع حرف الس كنترول مع حرف البي كنترول مع حرف الاجس كنترول مع حرف الس اختصال لكلمة كوبي حرف الس يعني نسخ كنترول وفي لصق كنترول وفي لصق كنترول وإكس كنترول وإكس قص يبقى كنترول وسي هيعمل عملية كوبي تمام وفي هيعمل لصق كنترول وإكس هيعمل عملية قص طب تعالوا معايا كده احب ان احنا نعرف الفرق ما بين كنترول وإكس وكنترول وسي وكنترول وفي كنترول وسي هياخد نسخة لكن هيفضل موجود النص هسيبلكو كنترول وإكس وكنترول وفي تعرفوا ايه الوظيفة بتاعتها والشاطر اللي هيطلع وظيفتها ونقولها مع بعض المرة الجاية طلابي الاعزاء الوقت معكم بيمر بسرعة ساعدت بوجودي معكم وساعدت بتواصلكم معنا واتمنى ان يكون الدرس دو ان شاء الله كده فيه افادة وحققت المهارات بتاعته وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله